السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال وبصحة جيدة رمضان مبارك كريم ندخل عليكم ان شاء الله بصحة والسلامة وبكل المتمنيات بصراحة اليوم كما تشوفوا تحلية اللي سريعة هاد تحلية اللي عشاق شوكولاتة كالجيزوين بزاف وسهلة وكتوجد في خمس دقائق اني ما كتاخدناش بزاف ديال وقت وضغية كتتماسك وكتش درسها في تلاجة يعني ممكن تحضروا حتى الاخر لحظة من وقت الصحور فياك الجيزوينة والديدة والنس اللي كتبغي الشوكولات فهاد تحلية لكم بسم الله على بركة الله كنحتاجوا نصف لتر من الحليب يعني كتدرو نوعية ديالحليب اي حليب كتفضلو كنضيف واجوج معلق ديال الناشا ناشا الدورة ممكن تديرو الناشا ديال الروز وليك الناشا الدورة كيجي خفيف وكيعطي واحد الماضاق احسن كنديرو معلقة ديال الدقيق الابيض يعني الدقيق الابيض الخاص بالحلويات هاد المعلقة ديال الدقيق الابيض كتعطينا واحد كتخليناها تحلية كجي كريمية كجيزوينة ومكجيش سقيلة كنديرو ثلاثة المعلقة ديال السكر سانيدة يعني السكر كيبقى دائما على حسب الدوق كنضيف هنا واحد المعلقة ديال الكوك او جوز الهند كيعطي واحد الماضاق زوين بزاف لها التحلية ممكن تستغنو عليه يعني كسبها غير اضافة هنا كنديرو جوج معلقة ديال الكاكاو المر هنا كنديرو جوج مع القصقار يعني كيكون كاكاو المر اللي منوعية جيدة باش كيعطينا واحد الماضاق زوين هنا كنحركوا العناصر كاملة حتى كتنسى جملينا وغادي نوضعوهم فوق النار حتى كيتقالينا الخالط بهذا الشكل هادا كيفما كتشوفو هنا من بعد ما عقالينا الخالط كيكون لاتكس يغديالو كتكون بهذا الشكل هادا كنضيفو هنا ضفت الشوكولات ممكن تضيفو اي هنا الشوكولات كان بقالية من ذك اللي كنت كان سيب هنا كنديرو واحد المعي القاعدية الشوكولاتة ديل الدهن يعني الشوكولات ممكن تديرو اي نوعية بغيتو انا درسي يعني ذك الشوكولات اللي كان كيبقالية من الزين ديل اللي تاقت كننخلط فيشي شوية ديل الشوكولات الابيض والاسود سهو اضفتو يعني كل ما ضفتو الشوكولاتة من نوع جيد كلما كجيت حلية كجي لديدة وكيجي الماضاق ديل هازوين هنا كنحرك العناصر كلها كان بقى مستمره بتحريك هنا ممكن تضيفو تدك الياغورت ديل الشوكولاتة تهوك يجي الماضاق ديله تهوزوين مباشرة كنسكبهم في كؤوس او زليفات او يعني على حساب يعني اللي بغيتو الاحجام كتبقى يعني ممكن تديرهم في زليفات كبار زليفات صغار على حساب الاحجام هنا هي المقدار الخرجلية خمسة ديلة زليفات ليهما صارحة حجم متوسط كيجيزوين سافي هنا كنديرهم كيجمدو فتلاجة غير واحد شوية ساعد الماقرنا كيكونوا واجدين كما كتشوفو يعني ضغية كيتمسكو دا كننشاو دا كالدقيق يعني والشوكولاتة يعني كتساعدهم انهم كيتمسكو ضغية كنزينوهم بالشكل يعني الشكل اللي بغيتو يعني دائما انا كنت كنزينهم بهذا الشوكولاتة اللي كان عندي ديالتزين كنت شاركتو معاكم في القناة يعني طريقة تزين الطورتاس بالشوكولات دا با ان شاء الله نحط لكم الرابط في صندق الوصف يعني تزين كيبقى اختياري ممكن ديروه تديرو لهم لفغميسيل دير الشوكولاتة ممكن ديرو خطوط دير الشوكولاتة البيضاء من الفوق ممكن تديرو البيسكويت يعني تطحنوه و تديروه من الفوق يعني تزين كيبقى اختياري او تخليهم يعني سامبل في هات الشكل هاداته هما كيجيزويني فالزين دائما كيبقى على حسب المتوفر و داك شي اللي كيكون عندنا في المنزل كان هدا هو الشكل النهائي ديالهم كتجي تحليه زوينه ف هاده اه الشهر المبارك يعني في الصحور كتجي تحليه زوينه كيبغيوها الولدات خاصة الولدات كيبغيو يعني هاد تحليه ديال الشوكولاتة كتعجبهم بزاف فهدا هو الاقتراح دياليوما كنتمنى ان الاعجاب ديالكم الى اعجبكم الفيديو دعو الامي وابي بالرحمة اشتركوا في القناة